أعزائي المشاهدين ومرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم شواء نور بشكر ربنا من أجل هذا البرنامج بتاعكم وبنجل كل أراء واتصالات بتبعاتنا بيها وبنتواصل بعضنا مع بعض نفرح كتير بالإيميلات اللي بتجينا وبالتواصل الجميل اللي من حضراتكم للبرنامج وبشكر ربنا أن الحلقات دي مخصصة للمرأة كمان بشكر ربنا لأجل وجود مدام سعاد حنة معنا مرحب بحضرتك مرحب بك انتياز أنك تكوني معنا بخبرة سنين طويلة في خدمة المرأة مدام سعاد حنة بتخدم من سنين طويلة من عشرات السنين في وسط المرأة في بلاد كثيرة في مصر وفي منطقة المؤطم وكمان في منطقة الشرق الأوسط في أماكن كتيرة بشكر ربنا كمان أنك لفتي العالم في بلاد كثيرة وربنا استخدمك لتوصيل رسالته ممكن تخصصك أكتر في خدمة المرأة سواء كانت سيدة أو آنسة وهو نصف المجتمع يعني وبشكر ربنا أن شعاع النور النهاردة بيقرب ويتواصل مع هذه الفئة الهام جدا في المجتمع زي ما كنت بقول نصف المجتمع النهاردة عندنا شخصية هيقرب منها شعاع النور في كلمة الله أو بنور كلمة الله سيقترب شعاع النور من قلوبنا وهي عروس النشيد عروس النشيد في سفر نشيد الأناشيد الإصحاح الخامس والآية اتنين بتقول العروس أنا نائمة وقلبي مستيقظ صوت حبيبي قارعا افتح لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل قد خلعت ثوبي هي اللي بترد قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما حبيبي مد يده من الكوة فأنت عليه أحشاي قمت لأفتح لحبيبي ويدايا تقطراني مرا وأصابيع مر قاطر على مقبض القفل فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر نفسي خرجت عندما أدبر طلبته فما وجدته دعوته فما أجابني وجدني الحرس الطائف في المدينة ضربوني جرحوني حفظت الأسوار رفعوا أذاري عني حلفكن يا بنات أوروشاليم إن وجدتنا حبيبي أن تخبرنه بأني مريدة حبا أني مريدة حبا عروس النشيد مين عروس النشيد هي بتمثل النفس البشرية مثل يعني عاوزت أقول لنا أنه نشيد النشيد ده عبارة عن شعر فيه استعارة مكنية زي ما بنشبه يعني تشبيهات بالزبط عروس النشيد هي نفس البشرية ربنا بيخاطبها وبيدعوها لفتح باب القلب و لفتح باب الحياة و بالفتح باب الشركة معه و بنلاقي التكاسل والبلادة قبل أن نخش في التكاسل في الحقيقة فيه شوية بعض الناس يعني بيمسكوا سفر رشيد الأنشاد ده وبعض التلميحات الموجودة فيه بعضها وصف لجسد المرأة وبعض الستات بيجدوا حرج في السفر ده أي رأي حضرتك في الفكرة الروحانيين يفهموا يعني إيه السفر ده وياخدوه بمنطق روحي أنه بيخاطب النفس البشرية في أوضاعها الكتير لكن الجسدانيين ممكن يحرفوه أو يأولوه أو يفهموه بطريقتهم وكل شيء طاهر للطاهرين صحيح حتى كمان يعني حتى في أصل اللغة العربية في عندنا تشبيهات واستعارات مكنية يعني مثلا لما أقول الراجل ده أسد تأكيد أنا لا أقصد أنه حيوان عنده أربع رجلين وديل لكن أقصد عليه أنه قوي البنت دي غزالة لا أقصدش أنها حيوان بأربع رجلين وديل لكن أصدت لها رشيقة إلى آخر الكلام التشبيهات هنا تشبيهات روحية معنوية لا يقصد بها تشبيهات جنسية ولعل المفتاح في هذا الموضوع أنه دايما المنفرد يطلب شهوته لكن هنا عروس النشيد تقول اجزبني ورائك مش فأجري فنجري فهي تدعو الجميع والكثيرين أيضا أن يتبعوها فلا يوجد في هذا أي فكر جنسي ولا عدم استقامة في التعبيرات بس حبيت أن أنور على الحتة دي قبل أن ندخل في المعنى الروحية عروس النشيد عروس النشيد بتمثل النفس البشرية اللي رأد على سريج الخطايا وسريج الكسل ومتهونة في حياتها ومتهونة في شركتها مع الله بينما المسيح ممثل في العريس بيقرع بابها ورئة نداءاته لها الرب بينادينا بأرق الألقاب وبأرق النداءات علشان نفتح ليه باب لبنى ونبدأ معايا شركة مقدسة فنلاقي الرب بينادي عروسه اللي هي الكنيسة اللي هي جسده بأرق الألقاب يعني يقول لها افتحي لي يا أختي أول حاجة يا أختي ويمكن تشارك الأولاد في الدم واللحم اشترك هو فيهما والرب يسوع لما كان موجود على الأرض بالجسد قالوله أمك وأخواتك خارجا شاور على اللي بيسمعوا كلامه وبيصغوا لتعليمه وقال من هي أمي ومن هو إخواتي كل من يسمع كلام الله فده تنازل كبير كبير قوي 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 أن الله يدعون له إخوة وأن يكون هو بكرا بين إخوة كثيرين فمن الألقاب الجميلة الرائعة أنه ينادي النفس البشرية ويقول لها يا أختي رائع يعني ده رفع مقام يمكن الواحد يتباهى أنه قريب مش عارفة رتبة معينة أو شخص عظيم يعني يمكن من طرف طرف العيلة يعني يعني الله نهارده بينادي كل واحدة أخت بيقول لها يا أختي امرأة فقيرة مسكينة مظلومة كل نفس بشرية رائع كل نفس بشرية التاني حاجة يقول لها افتحي لي يا أختي يا حبيبتي وسمة الحب في المسيحية دي أسمى يعني إعلان وأسمى ارتباط بنا وبين الله مش بنعبوده كإله بيقهرنا وبيزلنا وبيستعبدنا وبيخوفنا ومسك لنا العصاية والسكينة لو أخطأنا لا هكذا أحب الله العلم حتى بزل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به تعبيري حبيبتي ده الحقيقة مهم أنا مش عارف كم حد بيسمعنا يقدر يقول ياه التعبير ده أنا ما سمعتوش من أب ولا من أم ولا من زوج يا حبيبتي لكن هنا المسيح بيقول لكل نفس بشرية يا حبيبتي حقيقي يعني بالحب بيجذبنا يعني وقال كده لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء ويقول كده صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك كمان يقول أن المحبة دي مش وقتية ولا لحظية ولا موسمية ولا من أجل حاجة حلوة فيها لكن محبة أبادية أنا وحشة بيحبني أنا وقعة بيحبني أنا برضي بيحبني أنا بعيد عنه بيحبني أنا قريبة منه بيحبني وجي المحبة الغير متغيرة والغير متقلبة اللي بتعمل جوانا أزمات نفسية من البشر لكن محبة الله سبتة سبتة والتقلب شيء مؤلم على النفس لكن النفس اللي ترتبط بربنا تحس أنه محبة أبادية محبة سبتة محبة غير متغيرة بتغير حياتي ده اللي يتهلل به المسيح مرة في وسط التلاميذ صياد يسمك وغلابة ومساكين ومهمشين ومرفضين من المجتمع وزقطت كده وتهلل بالروح وقال الآب نفسه يحبكم دي هاس كبير قوي قوي أن الواحد يشعر أن الله النفس البشرية قال لها يا أختي يا حبيبتي هنشوف قال لها إيه كمان بعد كده في دروس جميلة من شخصية هذه المرأة في سفر نشيد الأنشيد المرأة اللي قال عليها يا أختي يا حبيبتي وهيكمل يقول يا حمامتي يا كاملتي ونشوف مع بعض كمان إيه الغلطة اللي وقعت فيها هذه النفس وده بعد الفاصل خليكم معنا عشان شعاع النور النهاردة هيقرب وهيقيمنا من كسلنا ومن تراخينا في جدة الحياة خليكم معنا فاصل ونرجع بسرعة شعاع النور عزائي مشاهدين برحب بحضراتكم مجددا في قبل الفاصل كنا بنتكلم عن المرأة في الكتاب المقدس وكان برنامج شعاع النور المخصصة حلقاته حلقاته الوقت ده عن المرأة وعن دورها المهم سواء إيجابيا أو سلبيا عشان نتعلم من الإيجابيات ونتبتعد عن السلبيات واخدين كمان المرأة دي شخصية عروس النشيد قبل الفاصل مدام سعاد حنة كنت بتقول لنا عن الألقاب الجميلة اللي ربنا بيسمي وبيدعو بيها النفس البشرية عن قلت لنا يا أختي يا حبيبتي قال لها ايه كمان؟ قبل كتاب برضو عايزة أأكد على حتة الحب دي لأنها احتياج الكثيرين والكثيرات يعني احتياج الطفل واحتياج المرأة واحتياج الرجل ويمكن عدم وجود الحب أو عدم التشبع بمحبة الله بيدفع النفس البشرية أنها تسلك مسالك خاطئة وبحثا عن الحب وبتتعرض وبتتورط لمشاكل صعبة جدا أو أخطاء فضيعة جدا لكن عايزين نؤكد أن محبة الله فعلا مشبعة وكافية وبيقول حتى للحس أن هي مش محبوبة سأدعو التي ليست محبوبة محبوبة المرأة لما تحسش أنها محبوبة ممكن ده يقودها أنها تفرط في جسدها أو تلبس لبس معثر عشان هي ماشية أجذابة وتحد يقول لها أن يعبر عن محبة الحقيقة هو مش بيعبر عن محبة هو بيعبر عن شهوة وبعد ما يأخذ اللي عاوزوا منها بيرميها يعني ده شيء خطير لكن المسيحي يقول لنفس البشرية يا أختي يا حبيبتي بصدق يعني بكل المحبة الصديقة أنه ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه من أجل أحبائه وحتى بتأسرني جدا جدا أنه لما حبنا كان فينا أوصاف فظيعة جدا يعني يقول ونحن ضعفاء في رسلة رميا ونحن ضعفاء ونحن أعداء ونحن خطاء بيّن الله محبته لنا بس ده هنا بيقول لها يا كاملتي لا دي لسه هنقشها بقى إيه دي بقى كاملتي لسه بس أحنا وصلها بس هناخد قابليها يا حمامتي يا حمامتي الحمام رمز الطهر ورمز النقاء ورمز العفة وكأن المسيح عايز عروسه وعايز النفس البشرية تكون يقول لها كده عيناكي كالحمام كالحمام على مجاري المياه يعني مغسولتان باللبن عايزين العينين اللي تغسلت باللبن اللي يشير إلى كلمة طالب وتنقد بالكلمة من كتر ما بنبص في الكلمة وبنقيس نفسينا على الكلمة عيوننا صارت نقية تبقى نقية كالحمام الحمام اللي بيتميز بالبساطة بس عايزين مع البساطة أيضا يكون في الحكمة بساطاء كالحمام حكماء كالحياة لكن بساطاء كالحمام عايزين نتكلم عن العين البسيطة وإن كان العين بسيطة الجسد كله يكون نير يعني إيه عين بسيطة مش فاهمة يعني لا تنظر للشر ولا تنظر النظرة الشريرة ولا النظرة الفحصة للجنس الآخر لكن العين البسيطة اللي ترى الأمور ببساطة ما يبقاش حد بيقول حاجة أو بيعمل حاجة وأفضل أنوعها وأظن السوق فيها وما يكونش فيه النظرة البريئة أو النظرة الفحصة للجنس الآخر زي ما قال أيوب كده عادا قطعته على عيني أن لا أتطلع في عزراء والمسيح نبط على الحتة دي قوي وما قالش قيل لكم لا تزني أما أنا بيطورنا وبيرأينا وبيعدلنا وبيرفعنا وبيرفعنا ويقول أما أنا فأقول من نظرة واشتهى تبعا يقول أيوب أنه لا أتطلع مش إلى عزراء لكن في عزراء يعني مش ربنا عاوزنا منبصش للستات يبدأ بيننا وبينهم حيطة يعني لا ليست النظرة الفحصة نظرة غير مقدسة الفحصة واختلاص نظرات لطليق جميل حلو خالص ده معنى يا حمامتي عايزك بسيطة نظرتك بسيطة فكرك نير فكرك بسيطة الرابعة الرابعة يا كاملتي منين بقى كاملتي ومنين أعداء فين الكمال فين الكمال هو مش الكمال لله وحده ولا ممكن إحنا كمان نكون كاملين هو طلبنا بإننا كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل هل الكمال هو العصمة ولا العصمة دل الله بس يعني الكمال لا خطيئة لا الكمال هو أن نسعى نحو الكمال وهو اللي وعد أن يكملنا يسبتنا ويكملنا يعني إذن العصمة دل الله بس يعني اللي هو لا خطيئة لكن الكمال إن أنا طول ما أنا عايش أسعى لعلي أدرك أسعى لعلي أدرك جميل إذن مش مقصود بأننا نكون بناها خطيئة لكن إذا سقطت أقوم وأتعلم الدروس وأصنع ثمار طريق حقيقي بس هنا هربنا بنادي النفس البشرية بالكمال رياء ولا عدم صدق ولا إيه بالزبط يعني بعتقد أنه بيأمل أو هدفه أو شهوة قلبه أن نكون كاملين وتشجيع في طريق الكمال يا رب أنت بتقول علي كاملة وأنا كل نقائس وكل ضعفات سأسعى بنعمتك أمين نحو الكمال فبعتقد أنه النداءات دي أولا رئيئة جدا ومشجعة جدا ومحفزة أيضا جدا للوصول لنصل إليها لنصل إلى الصورة اللي عايزنا نكون فيها أربع حاجات أربع ألقاب اللقاء بالأول يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي إيه الغلطة اللي كتوقعت فيها عروس النشيد أنا مش قادرة أخيل يعني قدام الرئة دي كلها وأدام قدام الحب ده كله يقول لها افتحي ليه هي ترد علي برخامة وبتكاسل وبتباطئ في الحب يعني عايزين نقول كده أو عايزين نصل إلى اللي قاله معلمنا يحنى ونقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا إيه التكاسل يعني هي خطيئة التكاسل أمال إيه يعني لازم نكون مكتهدين والرخاوة لا تمسك صيدا وكتير يد المكتهدين تغتني لكن هي في تكاسل قالت يا غسلت رجليا هو السخة تاني وخلعت توبي هلبسه تاني هي نسيت أن غسلها لرجليها ده لا قيمة له لكن نسيت أنه إن لم أغسلك لا يكن لك مع النصيب وهل الإنسان يقدر يغسل نفسه وهل الإنسان يقدر يستر نفسه يعني هي بتسعى أنها تكتاسي أو تستطر أو تختاسل ده مجهود شخصي ده مجهود ذاتي بأعمال ليس لي خلاص أيوة ليس بأعمال كي لا يفتخر أحد لكن عايزين النعمة اللي هي تغسل والطهر وتلبس وتسطر تم آدم حاول يستطر بأوراق التين ما سطرتوش صحيح لكن كان محتاج قميص من جل يلبسه إياها الله اللي قوله أنه يستطر رمس زبيحة وفداية أي طرع أي الحاجات أي وحدة ستة ممكن أو أنسة أو راجل أي نفس بشرية المجالات اللي ممكن النفس البشرية تكون بتتكاسل عنها يعني بنقول في الأداس تقول وتكاسلتوا عن حفظ وصية أي أجبت النقطة الأولى من التكاسل هي التكاسل في حفظ الوصية أو الإحساس بصعوبة الوصية أو ثقل الوصية لكن بالحب يعني مش هقرأ في الكتاب كل يوم لا مش هقرأ مش هقدر أنفس ده الكلام ده صعب زي ما مجموعة من اليهود قالوا للمسيح كده هذا الكلام صعب من يقدر أن يعمله يعني لكن الإجابة في رسالة معلمنا يوحن لما يقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا بعدها يقول وصياه ليست سقيلة يعني اللي بيحب ما بيحسش بتقل الوصية يعني أنا يعني بتخيل مثلا ضيف محبب جدا قد إيه بنبزل قد إيه بنبعزين نقدم له أحلى حاجة أو أصعب حتى أكله ممكن تقدم أو اللي بتاخد وقت أو اللي بتاخد مجهود على العكس لو شخص غير محبوب بيبقى كوباية الشاي سكر إذن أول حاجة قرية كلمة ربنا إيه تاني المجالات اللي ممكن نتثاقل فيها في الأعمال الصالحة اللي صبق الله فقعدها لكي نسلك فيها يعني في اهتمامي بالفقرة الغلابة المساكين بأهل بيتي بكل حاجة كل مجال بأتي جيت فيه إيه تاني الكسل ممكن يدخل إلى مجالات الكسل في كل ممارسات وصائد النعمة كل ممارسات وصائد النعمة ذهاب للكنيسة جسد البسيح ودهنه كل الممارسات أو كل وصائد النعمة بيبقى فيها عملية تكاسل أو عملية تأجيل للتنفيذ يعني حاضر هعمل بس قدام شوية حاضر هعمل بس ما تتحل المشكلة ماشي هصلي بس لما أصحب رحتي يعني طب لما أقضي مصالح البيت الأول أو المشاوير الأول ده عملية هل التكاسل عن الكرازة يخش تحت الجانب زي إيه حقيقي يعني إذ الضرورة موضوع علي فويل لي إن كنت لأبشر والساعة اللي أنا بين إيدي عشان متاح لي إن أنا أشهد أو أكرز ممكن ما تتكررش تاني صحيح عشان كده معلمنا بولس يقول لتلميزه تيموساوس اكرز في وقت مناسب وغير مناسب ووصية تاني يقول غير متكاسلين في الاكتهاد غير متكاسلين لكن يكون كل ما بنعمله بنعمله باكتهاد صحيح إنسان المكتهد حتى على مستوى علميا يعني أو مادية مادية على مستوى علميا معروف طبيا إنه في مرض مشهور خالص اسمه الزهايمر اللي هو يعني بالزاكرة وفقدان الزاكرة وكده معروف إنه لو الشخص هيجيله عند سنة ستين لو هو شخص ناشيط يتأجل لسبعين كل ما كان فوق إنسان ناشيط في زهنيا وفي طريق تفكيره دي معلومة طبية جميلة يعني يعني المرض ده بيجي بتقدمه لسه ما زال فيه أبحاث كثيرة في الموضوع ده لكن الشخص المتكاسل أنا شايف كمان إنه مش مدرك إن الوقت ده وكهلة بالنسبة له بالزبع وفي يوم الأيام هيجي ربنا يقوله أعطي حساب وكلتك هل خسرت عروس الناشيط شيئا؟ ده خسرت خسارة كبيرة قوي إيه الخسارة؟ قبل ما المسيحي فريقها مد إيده من الكوة وأنا بأعتقد وهي ابتدت في الأمر ده تتحرك أحشاءها الجام ده يعني هو قدم لها محبة واختدى ياخد خطوات عملية لكن هي وبعدين هو لما مد إيده من الكوة أنا بأعتقد إنه دي الأين اللي ثقبتها المسمور اللي ثقبها المسمور وإذا الآن وقت مقبول اليوم يوم خلاص إن سمعتم صوته لا تقصه كل حاجة في الدنيا تتأجل وتتعود إلا فرصة التوب وإن سمع أحد صوتي وفتح أدخل إليه أتعشى معه وهو معي وكون ده بداية التغيير وبداية الحياة الجديدة مع الله قبل ما نسيب الحتة دي لازم نقول إن المسيح اللي انت ده الكلام ده للناس المؤجلة أو اللي بتتهاون أو بتتكاسل أو بتستهين بقرعات المسيح إن لم نفتح له سوف نقرع بابه في الأبدية ولن يفتح لنا خطيئة ناس كتير هتخبط وتقول له يا سيد يا سيد افتح لنا زي الجاهلات اذهبوا عني لا أعرف أكوني خطير يا سيد كنت بتعلم في شوارعنا كنت بتاكل عندنا كنت يقولهم لا أعرفكم اذهبوا عني يا ملاعين فإن لم نفتح للمسيح اليوم هو كمان مش هيفتح لنا في الأبدية صحيح وزي ما هو واقف على باب إلوبنا النهاردة بكرة هنقف أمام كرسي المسيح مستمعين الكرام أتوسل إليكم إنه تقدروا واقفة المسيح على باب القلب وقرعات المسيح والمسيح بيبدأ بقرعات هادية لطيفة وبعدين بتزداد وربما توصل لقرعات عنيفة بس الهدف مش إنه يعقبنا لكن الهدف إنه يصحينا ببساطة جديدة لو حد بيخبط على باب والجوة البيت ما سمعوش فبيضطر يشد في الخبطة إنه ما كانش بيخبط بطريقة أقوى علشان اللي جوه يقدر يسمع تجي أن نصلي في نهاية الحلقة دي تقول له يا رب أعطيني أن أكون مثل هذه النفس بس في نشطها بقى لما قالت بعد كده إني مريضة حبا أمين الله يدينا وقامت وتبحث عن العبيد بس كان في وقت متأخر يعني أمين الله يدينا نكون في حياة توبة جديدة ويغزة جديدة زي ما حصل مع عروض النشيد وتخلصت مدام سعاد صللنا تفضل رب بنشكرك وبنمجدك لأجل كل كلمة بتعلمهانا بشعاع نورك وبتوصل إلى قلوبنا من خلالها عشان تعمل نقلة جديدة في حياتنا شكرك لأنك فتحت عينينا النهاردة أنك بتحبنا وشايفنا أختي حبيبتي حمامتي كاملتي يا رب جاييني النهاردة بنقولك فعلا إحنا برغم أن إحنا ما نستحقش ده لكن مصدقين أن نعمتك تقدر تنقل ده لحياتنا وتشبعنا بحب حقيقي رب تعالى وحررنا من الكسل أعطينا أن نكون حرين في الروح عابدين الرب حررنا من كل كسل وطراخي يكفي الكسل والطراخي ويكفي الزمان الذي مضى لكن ساعدنا نكون حرين حرين في حبنا لكلمتك حبنا لشخصك ارتبطنا بكنستك ارتبطنا بوسائة النعمة حرين في كرازتنا نذهب إلى كل إنسان ونوصله الأخبار الصارة عن موتك وعن حبك بشكرك لأن الروحك سيذكرنا بكل ما قلته لنا بنحبك وفي اسمك بنصلي أمين عزيزي المشاهدين باسمكم بشكر مدام سعادة على كل نقلة ربنا نقل بينا وكل شعاع نور وصل إلينا من خلال كلمته وعرفتنا عنه النهاردة عشان نتمتع بهذا الشخص الرائع ويصير المسيح شعاع نور لكل قلب فينا أمين شعاع نور لكل قلب فينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة